تسهيل العودة لحرية التنقل في الفضاء الأوروبي كما كانت عليه في زمن ما قبل كورونا هدف يسعى للتحاد الأوروبي إلى تحقيقه وبالتحديد قبل حلول موسم الصيف الفرلمان الأوروبي ودوله الأعضاء توصلوا إلى اتفاق من شأنه أن يعفي سكان التكتل من حملة جوازات كوفيد-19 من شرط الخضوع لحجر صحي لا نؤيد فكرة إجراء أي اختبار متعلق بالسفر أو الحجر الصحي للأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا بالكامل المفوضية الأوروبية تسعى إلى توحيد الإجراءات التي سيخضع لها حملت هذه الوثيقة عند سفرهم داخل التكتل من أجل إعادة إطلاق العجلة السياحية داخل الاتحاد قبل موسم العطلات واعتبارا من الأول من يوليو سيحصل كل سكان الاتحاد المحصنين ضد الفيروس على وثيقة رقمية تثبت ذلك وهذه الوثيقة الرقمية تثبت أحد ثلاثة أمور إما أن حاملها تلقى أحد اللقاحات المضادة للفيروس أو أنه خضع لفحص مقبري أثبت خلوه من الفيروس أو أنه أصيب بالفيروس قبل أقل من 180 يوما وبالتالي لا تزال لديه مناعة ضد الفيروس كذلك أوصت بروكسل بخطوات من شأنها تسهيل سفر الأسر التي لديها أطفال لم يتلقوا اللقاح بسبب صغر سنهم نقترح أن لا يطلب من القاصرين الذين يسافرون بصحبة والديهم الحجر الصحي في حالة إعفاء ذويهم كذلك نؤيد إعفاء الأطفال دون سن السادسة من الاختبارات المتعلقة بالسفر أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح ولم يصابوا بالفيروس مؤخرا فتختلف التدابير باختلاف الدولة الآتي منها المسافر بناء على خريطة تحدث أسبوعيا من قبل المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ترجمة نانسي قنقر